نعلم بلد جربة البحاري مناطق آمنة بعد تطهيرها من ريس الإرهابية الإرهاب مستمرة وبواسل جيشنا يلاحقون فلول المرتزقة في كل تيقن كما التاريخ كل سوا أن السلاح لا ينفى أبدا في دمشق صلاة من أجل السلام وفي بانياس البيضة تستعيد عافيتها بهمة أبناء محافظة ترتوس من الشرق إلى الغرب أحوال العربي لا تسر صديقا ويفرح لها الغرب من تلفزيون الدنيا في دمشق نشرة أخبارية مفصلة السلام عليكم ورحمة الله في ريف درعا قامت وحدات عسكرية بالتصدي لمحاولات مجموعات إرهابية الاعتداء على إحدى النقاط العسكرية من اتجاه المليحة الغربية والكرك والحراك وألحقت بها خسائر كبيرة وفي ريف دمشق تعبعت وحدات من بواسلنا دك أوكار الإرهابيين في البحرية وجربة حيث قتلت أعدادا منهم وصادرت أدوات إجرامهم أقسموا بالله العظيم أن نطهر بلدنا وشعبنا من رش الإرهابيين ندافع الآخر نقطة الدم عن وطننا وأبنا سقط القناع وانكشف المستور وأصبح واضحا للقاص والداني مدى التعاون والتنسيق بين العدو السهيوني وعصابات القتل والإجرام والتكفيريين المرتزقة فكل الجانبين يهدف إلى تخريب سوريا الكرامة وتدمير جيشها بعد إعادة الأمن والاستقرار إلى الاعتيبة وقيسة والعبادة والغريفة بالغوطة الشرقية في ريف دمشق وحدات من الجيش العربي السوري تواصل عملياتها في بلدتي جربة والبحارية تلك التي استباح الإرهابيون أمن أهليها واستقرارهم وحدات عسكرية بسطت الأمنة في البلدتين وقضت على أعداد كبيرة من إرهابيي جبهة النصرة وصادرت أسلحتهم تلك الأسلحة التي رسمت عليها شعارات لجبهة النصرة الإرهابي مدفع بعشرة قذائف هون ذخيرة رشاش بيكيسي سيارتان مزودتان بمدفع 23 وسيارة مزودة برشاش دوشك من هذا المكاب نعلم بلد جربة والبحارية مناطق آمنة بعد تطهيرها من رجل الإرهابيين وأنصح جميع المغرب بهم والمسلحين تسليم أنفسهم إلى السلطات المختصة الاستفادة من العفو الذي أصدره القائد العام الجيش والقوات المسلحة كل شيء يتعوض إلا الوطن الوطن ما يتعوض نتمنى نحافظه لشو ما كان يتعوض نرجع نحن كلنا لحظنا الوطن إن شاء الله بخير وسلامه بجهودها قواتنا المسلحة وتعاون الورضين الشرفة وحدات الجيش العربي السوري تتابع عملياتها في إحكام التوقي الأمني ضمن مناطق الغطة الشرقية وتقضي على المجموعات الإرهابية المسلح تلك التي زرعت الإرهاب في عدد من المناطق السورية لكن الجيش العربي السوري في مواجهتها شعاره شرف وطن إخلاص وقد آل على نفسه إلا أن يطرد هذه العصابات من على أرض السوري في ريف حمس استهدفت وحدات عسكرية تجمعات للإرهابيين في قرى وبلدات تلبيسة والدار الكبيرة والغنط والبويضة الشرقية والرستن وكيسين وكبدتهم خسائر كبيرة ودمرت أدوات إجرامهم كما اشتبكت وحدات عسكرية مع مجموعات إرهابية في واد السايح وبابهود وجورة الشيح والقرابيس بمدينة حمص وأحبطت محاولة تسلل للإرهابيين باتجاه مشفى الأمل في جورة الشيح وأوقعت إصابات مباشرة في صفوفهم وفي ريف الحولة دكت وحدة عسكرية تجمعات للإرهابيين في قرية سنيسل وقسحل بما فيها من إرهابيين وعتاد لا مناصل الإرهابيين من ضربات الجيش العربي السوري على كامل أراضي الجمهورية العربية السورية ريف حمس منطقة ديبة وفي كمين محكم أوقعت وحدة من القوات المسلحة قتلى ومصابين في صفوف إرهابيين وألقت القبض على آخرين حسين مصري من مدينة القصير من كتيبة الفاروق لأنه موجهة الجيش العربي السوري صعب فيه فاتركت سلاحي أنا ومجموعة وهربنا وطم ألقاء القبض عليه من الحاجز الحسينية وفي قرية الدمين الغربية والمزارع المحيطة بريف القصير واصلت وحدات أخرى من الجيش العربي السوري ملاحقتها لفلول الإرهابيين عند مفرق سنيدة على طريق السلامية الرستان وحدة من القوات المسلحة ضبطت سيارة شاحنة من نوعكية محملة بأربعين عبوى ناسفة نحن في الجيش والقوات المسلحة وبالتعاون مع المواطنين الشرفاء الذين يعملون على حفظ الوطن واستقلاله تم وبعون الله تعالى نصب كمين لمجموعة إرهابية على طريق حمص السلامي مفرق سنيدي وتم قتل العديد منهم وجرح الآخرين ومصادرة ممتلكاتهم من عبوات ناسفة بحدود خمسين عبوي زنة الواحد نصف كيلوغرام مجموعة من الصواريخ المحلية الصنع ومجموعة من الألغام المضادة للدبابات وعبوات ناسفة زنة ثلاثين لأربعين كيلوغرام وبعد تفتيش المجموعة الإرهابية تبين وجود وسائق تثبت انتماءهم لجبهة النصرة والعدو الخارجي حمص وريفها قاب قوسين أو أدنى من إعلانها آمنة ورجال الجيش العربي السوري أسمعوا العالم كله أن لا مكان للإرهاب على الأرض السورية ولن تقف أقدام الحق حتى تطأ كل من تسول له نفسه المساس بالوطن يواصل بواسل جيشنا على امتداد مساحة الوطن تطهير المناطق السورية من الجماعات الإرهابية وفي محافظة اللاذقية نجحت الجهات المختصة بتطهير منطقة طريق حلب بالكامل تفاصيل أوفا في التقرير التالي على قدر أهل العزم يمضي الجيش العربي السوري في تخليص البلاد من أشر العباد على طريق اللاذقية حلب توجهنا وصولا إلى قرية وطلخان آمن وهادئ بفضل حماة الديار الذين كانوا قد أجهدوا الكثير من محاولات الإرهابيين الفاشلة في تقطيع شريان الحياة لهذا الطريق وتحويله إلى مرتع لهم ولإرهابهم خلفي تماما بلدة سلمة والتي تعد من أهم معاقل الإرهابيين ويحاول المسلحون أن تكون هذه المنطقة بؤرة لتفريخ الإرهاب إلا أن بواسر الجيش العربي السوري يقومون بذك أوكار هؤلاء الإرهابيين والتصدي لحالات التسللات التي تحدث وآخر هذه الحالات التسللية كانت من سلمة باتجاه الحفة حيث حاول المسلحون التطاول إلى مدينة الحفة إلا أن بواسر الجيش العربي السوري كانوا لهم بالمرصد حاول المسلحون التسلل من قرية سلمة باتجاه مدينة الحفة من عبر هذا الموقع وقمنا بنصب كمين لهم واستدراجهم إليه حيث قمنا بقتل كافة عناصر المجموعة الإرهابية ونأيدهم أننا دائما باقون في حراسة أرض الوطن في قرى سلمة وجبل الزويك والامريج وغيرها من المناطق التي يقطنها المسلحون دك الجيش العربي السوري ويدك أوكار الإرهابيين ومواقع تجمعات جبهة المصر مكبدهم خسائر فادحة في الأرواح والعطاء إلى هذا الموقع وصل الجيش العربي السوري وغدا إلى حلب السبيل طرق آمنة ومسلحون إما مقضي عليهم وإما عودة من حيث أتوا باسم عباس تلفزيون الدنيا ريف اللاذقية التقت اللجنة الوزارية المكلفة متابعة تنفيذ البرنامج السياسي لحل الأزمة برئاسة وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء وعضاء المكتب التنفيذي لنقابة المهندسين برئاسة المهندس محمود وليد غزال ونقابة مقاولي الإنشاءات برئاسة المهندس محمد رمضان واستعرض الحلق الإجراءات واللقاءات التي قامت بها اللجنة الوزارية مع كل القوى والأحزاب السياسية والنقابات المهنية لبلورة رؤى وقواسم مشتركة توفر المناخ المناسب لنجاح الحوار الوطني المنبثق من مضمون البرنامج السياسي القائم على أساس الحوار ورفض العنف والإيمان بالحلول والمسارات السياسية له تحت سقف الوطن ودون تدخل خارجي وجدد رئيس مجلس الوزراء تأكيده أن الحكومة جادة وصادقة في تعاطها وانفتاحها في موضوع الحوار مع كل القوى السياسية والمكونات المجتمعية الأهلية والاقتصادية بما في ذلك قوى المعارضة الوطنية في الداخل والخارج بما فيها التنصقيات المحلية والمسلحون الذين يلقون السلاح وانخرطون في بناء المجتمع والدفاع عن الوطن نؤيد البرنامج السياسي للحكومة ونرجو من كافة الجهات أن تشارك في المؤتمر القادم لحوار الوطني على أساس التعددية السياسية وعلى أساس مساواة المواطنين فنحن أبناء وطن واحد ونرجو أن نحافظ على وطننا وأن نبتعد عن كل الأفعال التي تؤدي إلى تخريب هذا الوطن نحن في نقابة المهندسين نملك الطاقات والقدرات الفنية لإعادة الأعمار وإصطح ما تم تخريبه وبحكم قدراتنا وطاقاتنا من المهندسين والفنيين والعمال هذه الطاقات التي تستطيع أن تبني سوريا وتعيدها إلى ما كانت عليه حاولنا بكل جهد حتى نطلق الحوار مع أخواننا وزملائنا المقاولين أن يكون طاقات لأعمار هذا البلد عملا بضرورة تكاتف الجدي بين كافة الأطراف السياسية والاجتماعية لتغلب على المؤامرات التي تتعرض لها سوريا عقد المكتب السياسي للحزب السوري القومي الاجتماعي لقاء مع أعضاء المكتب السياسي للتيار الوطني لإنقاذ سوريا ويأتي هذا اللقاء ضمن عدة لقاءات يعقدها الحزب السوري القومي الاجتماعي والذي ينضوي تحت إطار الجبهة الوطنية التقدمية مع أحزاب وتيارات رخصة لها حديثا ومع قوى المعارضة الوطنية لتبادل الرؤى حول كيفية بناء سوريا المتقدمة والمتجددة وطرح الأفكار وماذا يمكن فعله بخصوص الأزمة وما بعدها وأكد للمجتمعون أن سوريا تتعرض لمؤامرة خططت معالمها في الغرف السوداء هدفها ضرب منظومة المقاومة المتمثلة بسوريا من خلال منظومة وهابية تابعة بشكل مباشر وجزء من المنظومة الصهيونية ونوه على أن الشارع السورية راغب بالحوار لإيقاف هذه الدوامة الشيطانية التي أدخل بها وعلينا أن نطور فكرة الاستمرارية بالحوار والالتقاء أكثر لمحاولة بلورة المفيد لسوريا المستقبل إدراك الزوايا المختلفة في مختلف الأطراف بتساعد على إقامة تواصل جدي وبالتالي انضاج أي زاوية عندك من خلال إغنائها بنقاط الزوايا الأخرى هذا أهمية الدقاءات بين التوار وأحزاب هذا تمهيداً لحوار يقدر يتبايد ورعاً عن رؤية مشتركة وثوابت مشتركة من طريقة كان إن اجتماع اليوم مثمر وهم جداً مع الرفاق والأخوة في الحزب القوم السوري من خلال تجهيز لمؤتمر دولي سيقام على أرض السورية إن شاء الله قريباً جداً هذا المؤتمر يحمل الهوية السورية كما ذكرت سابقاً وكان لنا الاجتماع اليوم مع الأخوة في الحزب السوري القومي لتبادل الأفكار والآراء وسوف نقوم إن شاء الله قريباً بزيارة بعض الأحزاب لتقديم الأفكار من الطرفين لإنجاح هذا المؤتمر ليس فقط حواراً بين القيادة السياسية في سوريا والقوى السياسية من جهة أخرى وإنما أيضاً حواراً بين القوى السياسية والمجتمعية فيما بينها من جهة أخرى وعلى هذا المرتكز تم هذا اللقاء بين التيار الوطني لإنقاذ سوريا وبين المكتب السياسي في الحزب السوري القومي الاجتماعي بمبادرة طوعية ورمزية قام مواطنون أمريكيون بالتبرع بالدم في مشفى ابن النفيس لصالح المرضى والجرح السوريين تعبيراً عن تعاطفهم مع الشعب السوري في ظل الظروف الحالية وأشار مدير مشفى ابن النفيس بدمشق الدكتور ناجي زاهر أن هذه المبادرة الإنسانية تبرز حقيقة موقف غالبية الشعب الأمريكي المناهض للسياسة المنحازة لحكومة بلادهم ضد الشعب السوري مؤكداً أن هذه المبادرة أتت بعد أن زار المواطنون الأمريكيون العديد من المشافي العامة واتلعوا عن قرب على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين دون تمييز مشيراً إلى الأضرار الكبيرة التي ألحقت بالقطاع الصحي جراء العقوبات الاقتصادية الجائرة على الشعب السوري ودعا دكتور زاهر المواطنين الأمريكيين أن ينقلوا لرأي العام الأمريكي حقيقة ما يجري في سوريا والضغوطات التي يتعرض لها الشعب السوري المتمسك بأرضه وحقه في العيش بكرامة نحن كثير من قدر زيارة المواطنين الأمريكان إلى سوريا وخاصة الدكتور لامب هوي وابنه رغم كل الإزاعات المغرضة اللي بتعمل تشويه على سمع سوريا وعلى ما يجري في سوريا الدكتور لامب هوي وابنه زاروا سوريا اللي مضعي طيام في سوريا زاروا على كل ما شافي سوريا وشافوا الخدمات اللي عم تتقدم بشكل مجاني والمميزة في كل ما شافي القطر أو أغلب ما شافي القطر والخدمات ما عم متميز بين مواطن وآخر أي مواطن عم يجي لأي مشفى في سوريا فعم يتلقى العلاج الكامل وبشكل مجاني طبعا هاي مانا غريبي عن أخلاقية المواطن الأمريكي وخاصة المواطن الأمريكي المثقف اللي منتبه على التضليل الإعلامي اللي عملته الحكومة الأمريكية هناك فجوة كبيرة بين الشعب الأمريكي والإدارة الأمريكية السياسة الأمريكية لا تحظى برض الشعب الأمريكي ولك أن تتخيل أن مواطن أمريكي غير وراض عما جرى خلال السنوات الأحد عشر الماضية من حروب في العراق وأفغانستان وحاليا هناك غضب حيال ما يجري في سوريا أتينا إلى هنا للإطلاع على حقيقة الأوضاع في سوريا وجلنا على المشافي وأنا هنا في هذا المشفى للتعبير عن تضامني مع الشعب السوري وأعتقد أن ما نقوم به كأمريكيين أمر مشرف لنا أقيمت في بطرياركية الروم الملكيين الكاثوليك في حارة الزيتون بدمشق صلاة مشتركة من أجل السلام في سوريا ترأسها غبطة البطرياركي غريغوريوس الثالث لحام بطريارك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك ضمن احتفالية يوم الإيمان تمتمت الشفاه وارتفعت الأيدي تضرعا إلى الله ليزيل هذه الأزمة عن بلدهم الحبيب سوريا صلاة من أجل السلام في سوريا تبط ركية الروم الملكيين الكاثوليك في حارة الزيتون بدمشق ترأسها غبطة البطرياركي غريغوريوس الثالث لحام بطريارك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك ضمن احتفالية يوم الإيمان حيث أكد غبطة البطريارك أن سوريا ستخرج من هذه المحنة معافات قوية مرحما بالجهود الدولية التي تبذل من قبل الدول الصديقة لحل الأزمة في سوريا سياسيا ووجه غبطة البطريارك لحام نداء إلى العالم لإيقاف السلاح وحلقة العنف في سوريا كل المواطنين السوريين لا بكل عالم العربي لا من العالم كله سوى بدأ يتنفس هواء جديد أنه فيه رغبة عامة إن شاء الله لأجل إيجاد حلها لأنه تيقن كما التاريخ كله سوى أن السلاح لا ينفى أبدا فهذه مقولة بأسف في رئيس العالم بأولى السلاح لا ينفى أحدا والسلاح لم ننتصر به أحد كما أكد المشاركون من رؤساء الطوائف الأخرى أن سوريا وعلى الرغم مما تعانيه من أزمة ستبقى قوية بإيمان أبنائها وإصرارهم على إعادة الأمن والأمان لربوع وطنهم مهدو الحضارات والرسلات السماوية كما قدمت جوقتا يوحنى الدمشقي الأرثولوكسية وسيد الدمشق للروم الكاثوليك الفرح فرني مدينية من وحي الفصح المجيد في محافظة تارتوس خامت مجموعة من الشباب والفعاليات الوطنية بتوزيع المساعدات على أهالي قريتي البيضة ورأس النبع الذين عادوا إلى ديارهم بعد أن هجروا من قرىهم بفعل الإرهاب توجهت الحملة الوطنية لدعم جرح الجيش العربي السوري في تارتوس ومشاركة عدد من المجموعات الوطنية والجمعيات الأهلية إلى قريتي البيضة ورأس النبع في بانياس لتوزيع المساعدات العينية على الأهالي المتضررين من جرائم المجموعات الإرهابية جينا لهون على البيضة في بانياس بعد ما عملتها الإصابات المسلحة بالبيوت وفي شرطة الأهالي منها جاينا هون نعبر عن وحدة الشعب السوري ووحدة الدم السوري ونقدم مساعدات لكل الأسر الموجودة هون ورح نتغلع رأس النبع ونرجع لكل العالم أنه مهما صار بسوريا نحن إيد واحدة جينا لعن أهلنا بالبيضة انطلاقا من كلمة العائلة الواحدة كأن نحن عائلة واحدة ضمن سوريا وقام شباب تارتوس بتوزيع هذه المساعدات على جميع العائلات المتواجدة في القرية كما جالوا على بعض المنازل وقدموا لها احتياجاتها وسط حالة من المحبة والتآخر التي يعرف بها الشعب السوري إن شاء الله هالبلد بيضلب خير الحمد لله رب العالمين الله ريحنا من هالإرحابيين والله حرقوا لي بيتي ودكانتي والله هذا ويواصل الدفاع المدني ومؤسسات الكهرباء والمياه والهاتف أعمالهم في مختلف أنحاء قرية البيضة لعادة تأهيل الأماكن المتضررة وشبكات الاتصال وتمديدات المياه والكهرباء يتمكن الأهالي من العودة إلى ممارسة حياتهم الطبيعية بكل جوانبها اليوم مرجعنا على البيضة إذا فينا نساعد الأهالي بإصلاح التمديدات الداخلية والمنزلية والخزانات نحن عناصر فوج الفاترطوس جينا مهمة إلى قرية البيضة لحتى نساعد الشباب بعمليات الصيانة وتنظيف ساحات البيضة من أعمال التخريب التي قامت بها عصابات الإرهابية المسلحة بعد عودة الأمن والاستقرار إلى قرية طيئة البيضة ورأس النبع هم شباب الترطوس يضمدون جراحة بعضهم البعض في أخبار دونيا الفضائية علي الكنج ترطوس لرعاية وزارة الشؤون للشماعية وبالتعاون مع جمعية الأمب تلم عقد لقاء في الوزارة مع دو الشهداء حيث أكد المنظمون على اهتمام الوزارة بحلتها الجديدة بحل مشاكل أسر الشهداء وأكدت الوزيرة الشماط على متابعة الوزارة لأمور عوائل الشهداء والمشكلات التي تعترضهم وموضوع المساعدات الإنسانية والعراقين الإدارية وذلك بالتواصل والتنصيق مع كافة الجهات المعنية لتسريع معاملة دو الشهداء وكشفت الشماط أن مجموعة من الجمعيات الأهلية تقوم بتنظيم حملة جمع التبرعات تحت رعاية وزارة الشؤون الاجتماعية ضمن إطار عمل وزارة الشؤون الاجتماعية الجديد بحلتها الجديدة تدخل مسألة متابعة شؤون الشهداء ولسيما نتحدث هنا عن نساء أمهات وزوجات وأطفال تدخل ضمن إطار اهتمام الوزارة ولذلك تم التواصل مع مبادرة الأم بتلم وهم مشكورين جدا على الجهد الرائع الذي قاموا به وسيكون هناك بشكل أسبوعي ودوري لقاءات مع زوية الشهداء لمعرفة المشاكل التي تعترضهم من خلال مقابلات الأسبوع الماضي هناك شيء يتعلق بموضوع التوظيف هناك مواضيع يتعلق بمساعدات الإنسانية بالإضافة أيضا إلى عراقيل إدارية اليوم التواصل بيننا وبين الجهات المعنية الحكومية فيما يتعلق بهذه الملفات قد جرى نفذ جزء منه من خلال عملية التواصل ننتظر ما سيردنا من الجهات الحكومية سيما من رئاسة مجلس الوزراء ولسيما بأن سيد رئيس المجلس قد أعطى توجيهات جادة بهذا الموضوع ضمن قرار حكومي بأن يكون هناك تسريع لمعاملات زوية الشهداء ودعم لهم في كل الإشكاليات التي تعتريها الآن مجموعة من الجمعيات الأهلية تنظم حملة لجمع التبرعات تحت رعاية وزارة الشؤون إن شاء الله مجرد ما انتهى التحضير الإعلامي لهذه الحملة سيتم التواصل مع وسائل الإعلام أيضا لوضعهم بصورة الخطة الموضوعة من قبل الجمعيات وبالتعاون مع الوزارة للقيام بهذه الحملة نحن مبادرة الانبتلم هي صراحة مبادرة أهلية مجتمع مدني أطلقناها بـ 16-3-2013 لتكريم أمهات وزوجات الشهداء السوريين مدنيين وعسكريين بدلشنا من الأسبوع الماضي لقاء السيدة الوزيرة مع أمهات وزوجات الشهداء لتلبية طلباتهم في كثير من أمهات الشهداء في عندهم طلبات إغاسية في طلبات توظيف في طلبات إذا عندهم ابن مخطوف أو ابن بالعسكرية اللي بقيه هو المعيل أنه يتسرح ويرجع حتى يغيلي العائلة والحمد لله الوزيرة عم تجاوب معنا كثير وكل الحكومة السورية استكمالا لمشروع الإعلامي الشاب الذي أطلقه مكتب الإعلام في منظمة اتحاد شبيبة الثورة أقيم اللقاء مع الكوادر الإعلامية الشاب بحضور عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي شهي ناس فاكوش ورئيس اتحاد شبيبة الثورة الدكتور صالح الراشد ورئيس مكتب الإعلام المركزي فريد ميليش أكدت فاكوش أن الشباب أثبتوا أنهم حاضرون وبقوة ولا أحد يستطيع القول أن الشباب مغيب عن معركة دخل فيها الوكيل والأصيل لهدم سوريا حضارة وشعبا كما قد ترحت في هذا الاجتماع نقاط عدة سيتم العمل عليها اطلاقا من بداية المشروع الإعلامي الشاب للوصول في المستقبل إلى كوادر إعلامية شابة ترفض وتدعم الإعلام الوطني بكل ما يلزم من موارد فالحرب على سوريا حربا أعلامية بالدرجة الأولى ولذلك لا بد من تضافر جهود الشباب في العمل الإعلامي في هذه المرحلة الإعلامي الشبابي هام جدا والتواجد الشبابي في الساحة الإعلامية ضرورة ولم يقصر الشباب في اتحاد شبابة الثورة ولا في أي منظمة من المنظمات من الحضور والتواجد وإثبات الذات في الإعلام الوطني لكن هذا الاجتماع النوعي هناك بعض الأسئلة التي توجه للعاملين في الإعلام الشبابي من أجل التشبيك والتواصل مع وسائل الإعلام الوطنية الموجودة على الساحة هذه المنظمة التي تقوم بدور تنموي باتجاه الشباب السوري وهذا الدور في هذه المرحلة يصبح أكثر الحاحن نظرا لأن الهجوم على سوريا أحد أبرز أدواته هي الإعلام الشروع الإعلامي الشاب الذي انطلقه في 2010 والتي إسهاماته كانت منتجة فعلا مع بداية الأزمة ودخولها بإنتاج كوادر شبابي طبعا إنتاج داخل الإطار التنموي لتأطير الشباب وكوادرهم الشاب الإعلامي المؤهل بالخبرات اللازمة والذي ينتمي إلى هذا الوطن قولا وفعلا استطاع أداء هذه الرسالة هذا اللقاء يدرج ضمن إطار متابعة العمل متابعة هؤلاء الشباب التوسع الأفقي القاعدة للإعلاميين الشباب في كل المحافظات وبالاتجاه الشاقولي أو العمودي لإنتاج خبرات مميزة بكل اتجاه العمل الشيء الأساسي أنه مشروع الإعلاميين الشباب أو الرسالة الإعلامية اللي عم تقدمها اتحاد شيء بالثورة عمره سنين وظهر هذا الشيء بأكتر من دورة وأكتر من فعالية كان في عدة دورات لتدريب الإعلاميين الشباب سواء على الإعلام المقروخ لنا نقول أو المرئي أو المسموع إلى ما هنالك صلنا عم نشتغل بمشروعنا الإعلامي أكتر من سنتين ونص بدينا بداية خطوة خطوة حتى وصلنا لليوم بشي اسمو وكالة أنباء الشباب يلي هي عم تجمع إعلاميين من مراسلين والناس بيكتبوا من كل المحافظات السورية عملنا اليوم اجتمعنا اليوم بالتحديد هو إلى نحط نقاط أساسية لعملنا خلال أيام الجاي أقام مجلس مدينة حلب التعاون مع نقابة الثقافة والإعلام حفلا تكريميا للمشاركين في دورة معدي ومقدمي البرامج الإذاعية والتلفزيونية انطلاقا من دور الإعلام كسلاح يستخدم في الحروب ولسيما الحرب النفسية منها وانطلاقا من هذا وتقديرا للجهود التي يقوم بها الأعلاميون الشباب في نقل الصورة الحقيقية وكشف زيف قنوات التضليل الأعلامي ومواجهة ذلك أقام مجلس مدينة حلب بالتعاون مع نقابة الثقافة والإعلام حفلا تكريميا للمشاركين في دورة معدي ومقدمي البرامج الإذاعية والتلفزيونية وذلك في صادة الأسد حضرنا اليوم تخريج دفعة جديدة من العالميين لنرفض صاحة الوطن ونرفض محافظة حلب بإعلاميين يعون المرحلة التي تمر فيها سوريا يعود الأزمة التي تمر فيها سوريا ولحاجتنا الأكيدة لوجوه كريمة جديدة تدخل صاحة العالم ومثل ما شفنا للحقيقة الطاقات المتجدة التي عندها الشباب يجب استغلالها لذلك حضرنا لتكريمهم حقيقة اليوم أثلج صدري بما رأيت من إعلاميين شباب أرادوا أن يعبروا وأرادوا أن يكونوا موجودين وأرادوا أن يكونوا موجودين في الساحة كما وجود كل الشعب السوري أرادوا أن يكونوا أيضا موجودين بقوة على الأرض وعلى الساحة من خلال ما يحاك على هذا الوطن من حرب كونية فأرادوا أن يعبروا بطريقتهم أرادوا أن يطوروا أنفسهم الغاية كان من هذا الحفل هو إعطاء المفهوم الحقيقي لمجلس مدينة حلبي أن دوره لا يختصر على الخدمي فحسب وأنما من مهامه أن يكون لديه أدوار كبيرة فيما يخص في المجالات الثقافية والفكرية وركزت الكلمات على أهمية تأهيل وتدريب الشباب وأغناء معارفهم وخبراتهم في المجال الأعلامي كما تطرقت الكلمات أيضا إلى ما حققته الدورة الأعلامية من فوائد متعددة بالنسبة للمشاركين فيها التكريم هو معنوي تكريم يعطينا حافز كبير لمزيد من العطار لمزيد من خدمة الوطن لمزيد من قول كلمة الحق وإيصال الحقيقة نحن ركزنا بالدورات على المصداقية على الموضوعية بنقل الخبر نخدم قضيتنا الوطنية قضية سوريا اللي هي أمانة بأعناقنا يمكن نحن سلاحنا بسيط اللي هو الحنجرة والصورة اللي ورانا بس نحن من ضاهر أكبر الأسلحة إن استخدموا كيميائي أو استخدموا نووي أو جابوا أي شيء بدهم نحن أكيد على مواقفنا جاهزين لنحمي مدينتنا حلب لنحمي سوريتنا ونكون على ثقة إنه الوطن أكيد لها انتصار بإذن الله كل هيك دورات هي بمثابة يعني فرصة لحتى الشباب الإعلامين وشباب يصير عندهم تمييز ما بين الخبر الصحيح والخبر المفبرك وخاصة بهذه الظروف وحفل التكريم هذي يعني هو فرصة لإعادة وتجديد اللقاء ما بين الزملاء وما بين الأساذ والمشرفين بعد ذلك قام أمين فرعي حلب لحزب البعث والمحافظ ورئيس مجلس المدينة بتوزيع الشهادات على المشاركين في الدورة وتكريم المتفوقين منهم كما تم خلال الحفل تكريم مجموعة من الإعلاميين ووسائل الإعلام المحلية لما تفذله من جهد في نقل الحقيقة وإيصال سورة المواطن والمشاركة الفاعلة في مواجهة الهجمة التي تتعرض لها سوريا في حلب أيضا تفقد محافظ حلب سير امتحانات المعاهد التربوية وصفوف الانتقالية حيث وزارة معهد الفنون النسوية والمعهد الصناعي الثاني وطلع على سير الامتحانات واستمع من القائمين عليها إلى شرح حولها وأكد المحافظ أهمية توفير الأجواء الامتحانية المناسبة للطلاب ليتبكنوا من أداء امتحاناتهم بأفضل الصبول بهدف الاطلاع على واقع العملية الامتحانية والتأكد من سيرها بشكل طبيعي قام محافظ حلب محمد وحيد عقاد وهلال هلال أمين فرعي حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي وعدد من المعنيين بالشأن التربوي بجولة تفقدية زاروا خلالها عددا من المعاهد وخلال الجولة تحاور أمين فرع والمحافظ مع الطلاب واستمع منهم لتقييمهم لمدى ملاءمة الأسئلة والأجواء الامتحانية مدير تربية حلب نضال مريش أكد أن المديرية حرصت على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الكفيلة بإنجاح الامتحانات وتأمين مستلزماتها الحقيقة نحن اليوم زرنا المعهد الصناعي الثاني لمتابعة الامتحانات الانتقالية والحقيقة نحن سعدنا بالتنظيم والمتابعة قبل إدارة المعهد الحمد لله رب العالمين كانت الأسرة منيها والأسئلة كان مقاية منيحة الحمد لله فيها تعريف فيها صح خطأ فيها أشرح الامتحان كثير كويس والأسئلة كثير سهلة الأسئلة سهلة ويعني أجواء كلها أمن وأمن نحن مدرسين في المعهد الصناعية الدوام كامل الطلاب موجودين بحضور ممتاز أقبال شديد جدا جدا كثير كويس متابعة مسيرة العلم والتأكيد على مواصلتها رغم كل المصاعب والظروف هو ما أكده طلاب حلب حالهم حال طلاب سوريا جميعا لأن بالعلم وحده ترقى الأمم وبه نبني أملنا ومستقبلنا المشرق أدانت الخارجية الأمريكية أمس قيام أحد قادة ما يسمى الجيش الحر بالتمثيل بجثة جنديا سوري ووصف ذلك بالفعل الفضيع وأعرب باتريك فينتريل المتحدث باسم الخارجية عن استياء الإدارة الأمريكية من حصول مثل هذه الجرائم مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية كانت واضحة جدا بشأن وجوب احترام كل الأطراف للقانون الإنساني الدولي ولذلك فإنها صدمت من مقطع الفيديو الذي تم بثه حول هذا الأمر أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بنكيمون أنه سيبحث خلال زيارته إلى موسكو مع القيادة الروسية عددا من المسائل التي تستدعي قلقا مشتركا بما في ذلك الوضع في سوريا وقلامون في تصريحات لوسائل الإعلام الروسية عشية زيارته لموسكو أن روسيا عضو دائم في مجلس الأمن الدولي وعضو في مجموعة الثماني ومجموعة العشرين ومجموعة بريكس وتلعب دورا كبيرا في التصدي للتحديات الأقليمية والعالمية وأوضح بان أن الأمم المتحدة تعوير على القيادة الروسية في حل النزاعات في الشرق الأوسط وتعتبر هذه المهمة من أكثر مهمة عصرنا من حيث الأهمية والإلحاح أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن موسكو تعويل على دعم التفاهم بين روسيا والولايات المتحدة بخصوص سوريا من قبل المعارضة السورية خلال اجتماعاتهم القادمة وقال لافروف في تصريح أمس إننا نعلم أن المعارضة السورية ستعقد اجتماعا في اسطنبول وسيكون هناك لقاء في مدريد تدعي إليه المعارضة الداخلية وعلى وجه الخصوص هيئة التنصيق الوطنية وأكد لافروف أنه من المهم أن يعرب المشاركون في الاجتماع عن دعمهم الواضح للمبادرة الروسية الأمريكية لتنفيذ بيان جينيف أكدت الصين مجددا اليوم أن الحالة السياسية هو السبيل الواقعي للوحيد لحل الأزمة في سوريا ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هونغلي قوله إن الصين تولي أهمية كبيرة لتطور الوضع في سوريا وتلعب دورا بناء في حل الأزمة فيها سياسيا كما تعتقد أن مصير مستقبل سوريا يجب أن يقرره الشعب السوري نفسه أكد دبلوماسيون في الأمم المتحدة أن بريطانيا وفرنسا أخرت طلبا تقدمت به سوريا يطالب الأمم المتحدة بتصنيف جبهة النصرة كمنظمة إرهابية بحجة أنهما تريدان تصنيف هذه الجبهة على أنها مجرد اسم مستعار لتظيم القاعدة ونقلت رويترز عن دبلوماسيين الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم قولهم من المقرر أن تناقش لجنة عقوبات القاعدة المنبثقة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الاقتراحة المضادة الذي تقدمت به بريطانيا وفرنسا في وقت لاحق من هذا الأسبوع وكانت جبهة النصرة هي أحدى المجموعات الإرهابية المسلحة في سوريا التي أعلنت في وقت سابق الولاء لزعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أي من الظواهري أعلن وزير الخارجي الإيراني علي أكبر صالحي أن طهران ستنظم اجتماعاً في 29 من الشهر الجاري بعنوان أصدقاء الشعب السوري أملاً بمشاركة عدد من الدول فيها وحول سبول حل الأزمة في سوريا أشار صالحي في تصريحاً له إلى أن على هامشي اجتماع الحكومة الإيرانية أمس إلى أن وجهات نظر الدول الأقليمية والدولية وحل باتجاه حل التسوية تتقدم إلى حل هذه التسوية سلمياً وكان وزير الخارجية الإيراني دعا أمس إلى إيجاد حل سياسياً للأزمة في سوريا عبر الحوار بين الحكومة والمعارضة محذراً من أن حدوث أي فراغ سياسياً في سوريا أو التهديد بتقسيمها سيؤثر في كل دول المنطقة إلى ذلك علن أمين المجلس العالى للأمن القومي الإيراني سعيد جليلي أن الشعب السوري هو وحده المعني بتقرير مصير بلده وأن إيران تدعم الحل السياسي للأزمة وعدم اللجوء إلى العنف والتدخل الخارجي وعلى سورينا جميعاً البدء بحوار وطني شامل لحل الأزمة والتعاون من أجل إجراء انتخابات حرة من الشرق إلى الغرب جولة مع أحوال العرب من مصر إلى تونس مروراً باليمن وليبيا والبحري شددت قوات الجيش المصرية المنتشرة على طول الفدود الفاصلة بين الأراضي المصرية وقطع غزة من إجراءاتها الأمنية بعد اختطاف سبعة من جنودها فجل يوم ووفق المصادر فإن المخطوفين كانوا يستقلون سيارتي أجا من العريش إلى مدينة رفح عندما اعترض طريقهم مسلحون ملثمون واختطفوهم ثم اختادوهم إلى جهة غير معلومة أعلنت الحكومة التونسية أنها ستمنع مؤتمراً مقرراً الأحد القادم لتنظيم سلفي كان قد هدد بمحاربة الحكومة وكان تنظيم أنصار الشريعة أعلن عن مشاركة ألاف الأشخاص في تجمعه المقرر في مدينة القيروان وتواجه تونس منذ ما سمي الربيع العربي في الرابع عشر من يناير كانون الثاني عام 2011 سنة بمجموعات سلفية متطرفة وسط البلاد في اليمن أطلق صراح خمس رهائن بينهم ثلاثة موظفين من اللجنة الدولية لصليب الأحمر خطفوا الإثنين الماضي في جنوب اليمن من قبل عناصر قبلية بالإضافة إلى مصريين خطفا الأسبوع الماضي حسب مسؤولين محل يمني خلال أقل من أسبوع وللمرة الثالثة تعرض مركزاً للشرطة في مدينة بنغازي الليبية إلى هجوم من قبل عدد كبير من الخارجين عن القانون ما أدى إلى تدميره وإحراق جزء كبير منه أخيراً تجمع ممثل أكثر من أربعين دولة في البحرين ومياهها الإقليمية في الخليج للمشاركة في المناورات بحرية تقودها الولايات المتحدة وتشمل المناورات التدريب على إجراءات الدولية المضاطة للألغام وتنقيب عنها وإزالتها وحماية الموانئ ومنشآت الطاقة في الخليج وسيشمل التدريب أيضاً كسح الألغام ومرافقة سفن تجارية في المنطقة دعت قوى وحركات سياسية وثورية الشعب المصري إلى المشاركة في المليونية المقررة غداً للجمعة بميدان التحرير وما بعدها من فعاليات ستستمر حتى نهاية شهر يونيو حزيران المقبل من أجل الوصول إلى إجراء انتخابات رئاسية جديدة كما دعت الجماهير من جميع المحافظات للزحف إلى القاهرة من أجل إسقاط نظام الرئيس محمد مرسي وحكم جماعة الأخوان المسلمين في سياق منفصل كشفت تحريات جهاز الأمن الوطني المصري أن الخلية الإرهابية المرتبطة بالقاعدة والتي تم الإعلان عن إيقافها السبت خططت لتفجير سفارتين الفرنسية والأمريكية بسيارات مفخخة حسب ما أعلنت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية وقالت الوكالة نقلا عن تحريات الأمن الوطني أن المتهمين كانوا يعتزمون القيامة بأعمال إرهابية تفجيرية داخل مصر عن طريق تنفيذ عمليات انتحارية من خلال اختراق الأطواق الأمنية المتواجدة أمام السفارتين الفرنسية والأمريكية بسيارات مفخخة في ليبيا تعرضت مديرية شرطة بنغازي شرق البلاد لهجوم شنه مسلحون أضرموا النار في المبنى انتقاما لمقتل مسلح أمس على يد قوات الأمن إلى ذلك كشف النقاب بل كشف النقاب عن مقبرة جماعية جديدة وذلك في بلدة تورغا المهجرة بفعل ضربات حلف الناتو خلال الحرب قبل نحو عامين وعثير على جثث لخمسة وعشرين شخصا تم دفنهم في مقبرة جماعية وتعد تورغا من المدن المنكوبة حيث تعرضت لقصف عنيف وتم تهجير أهلها فيما تشير الإحصائيات إلى فقدان ما لا يقل عن 1200 من سكانها أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بينسودا أن المحكمة الجنائية الدولية ستفتح فحصا أوليا في حدثة قيام قوات إسرائيلية بالاعتداء على أسطول الحرية عام 2010 الذي كان في طريقه إلى غزة لكسر الحصار عنها ما أدى وقتها إلى مقتل تسعة ناشطين أتراك وتحولت قضية السفينة مرمرة التي كان النشطاء التسع على متنها إلى حلبة مساومات بين حكومة الاحتلال وحكومة أردوغان بعد الاعتذار الشكلية الذي قدمه نتنياهو بضغط من الرئيس الأمريكي أوباما فيما يرفض الشعب التركي أن تمر الحادثة دون أن ينال الجنات جزاءهم العادل رغم الحديث الكثير عن تعويضات مادية ستقدم إلى أسر الضحايا تعهدت المجموعة الدولية في بروكسل بتخصيص أكثر من ثلاثة مليارات يورو لمساعدة مالي على التعافي اقتصاديا وسياسيا بعد الحرب التي شنتها فرنسا عليها بحجة مكافحة الإرهاب وأعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا أوراند بعد المؤتمر أنه أمكن جمع أكثر من ثلاثة مليارات ومائتان وخمسين مليون يورو وتسعى فرنسا والاتحاد الأوروبي من خلال عقد مثل هذا المؤتمر إلى الإيحاء بأن المجتمع الدولي لا يتخلى عن مالي التي عانت الأمرين منذ بدء الحرب في مالي العام الماضي في باكستان قتل سائق شايحينتين تابع لحلف شمال الأطلسي بالقرب من الحدود مع أفغانستان حسبما أفاد مسؤولون محليون وحصل إطلاق النار في منطقة جمرود في ولاية خيبر أحد المناطق السابعة التي تشكل الحزام القبلي الذي يتمتع باستقلال شبه ذاتي وحيث ينشط مقاتلون إسلاميون ومن حركة طالبان تعتبر باكستان ممرا بريا أساسيا لقوات الحلف الأطلسي حيث تنطلق قوافل الإمداد من مرفأ كراتشي على بحر العرب إلى الحدود الأفغانية بقي مشاهدينا تثير بأبرز عنوين هذه النشرة من هذا المكان نعلم بلد الجرب والبحاري مناطق آمنة بعد تطهيرها من رجل الإرهابية المواجهة مع الإرهاب مستمرة وبواسل جيشنا يلاحقون خلول المرتزقة في كل مكان تيقن كما التاريخ كل سوا أن السلاح لا ينفى أبدا في دمشق صلاة من أجل السلام وفي بانياس البيضة تستعد عافيتها بهمة أبناء محافظة ترتوس ومن الشرق إلى الغرب أحوال العرب لا تسر صديقا ويفرح لها الغرب قطع هذه النشرة الأخبارية تتقوم من تلكزيون الدنيا في دمشق شكرا لكرم المتابعة بإمان الله اشتركوا في القناة